التضخم التضخم الآن الإجراءات التي قمت بها الحكومة والتي تتكلمت عليها مرارا وتكرارا داخل هذه الدواء والتي طبعا مختلفة ومتنوعة ودرجة الاختلاف والتنوع ديالها هي لك تعطينا الإمكانية أنها في شيخانة ملخانة تسقط على مواطن معين الإجراءات التي تهدف إلى تخفيض التضخم إلا كان مواطن من دوي يعني اللي كيعيش دروف ديالها شاشة والفقر يلقى رسوا في الدعم الاجتماعي إلا كان من الأزراء والموظفين تلقى رسوا في الحوار الاجتماعي إلا كان من ناس اللي كيشتغلوا في واحد القطاعات معينة تلقى تتقطع مع واحد المجهود قمت به الحكومة في مجالات معينة انتاجية بحل الفلاحة وغيرها إلا ما كانش من هدو كلهم سيكون في صندوق المقاصة اللي مازال يدعم مجموعة من المواد وإلا ما كانش فاتش كله سيكون من المستهلكين الكهرباء للحكومة حرصات خلال هذه السنوات كلها أنها في كل مرة مرة تخصص دعم مالي كبير للمكتب الوطني الكهرباء لكي لا يرتفع سعر الكهرباء سعر الكهرباء ارتفع في السنوات الماضية ونحن لم نكن نعيش هذه الظروف الصعبة وتم الرفع من هذا السعر الكهرباء لك تذكروا فهذه الحكومة خدقت على فالهاجز ديلها أنها تدعم جملة من المواد التي يستفيدوا منها المواطنين وتعزز من الإمكانية ومن الإجراءات اللي قمت بها خدمة لمجموعة من الإصلاحات اللي عملتها بلآن اللحم الحمراء سوّلت هي على الموضوع اللحم الحمراء ولل باش نجوب لأننا نجوج الأسئلة اللحم الحمراء إلى غاية نهاية السنة المفروض أننا نستورد 21 ألف طن فيها ما هو مجمّاد وفيها ما هو طريق الأرقام ربما الأسبوع المقبل تكون بشكل تكون بشكل أوضح لكن إلى حدود اليوم كانت تقريبا معالجة حوالي عشر ألف معالجة طالباتهم عشر ألف طن عشر ألف طن من اللحم طبعا هذه اللحم الحمراء راستيرات ديلها ماشي تيقوم به كل من هب وذب هناك دفتر تحملات وهذا دفتر ديل تحملات في واحد مجموعة الإجراءات إلى كان في المجمّد هناك إجراءات وإلى كان في الطريق هناك إجراءات يجب أن نحترمها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر